قصات يومية بسيطة ممكن تغير حياتك كثير مننا يعتقد أن الاهتمام بالصحة محصور بالأكل الصحي والحماية من المرض لكن هل سبق وفكرت بأمور ثانية؟ جلستك الخاطئة مثلاً في سببين لها العادة السيئة اللي تشبه الوحش ساعات عملك الطويلة ونظام حياتك الخامل ويمكن ما تنتبه الوجود إلا لما تبدأ ألام الرقبة والأكتاف تنقص عليك يومك هذا غير مشاكل النظر والصداع وألام أسفل الظهر والحين كيف تنقذ نفسك من وحش الجلسة الخاطئة؟ أولاً قلل فترات الجلوس امشي كل مساعة لمدة أربع دقائق ومو لازم كل أشغالك تسويها ونجالس مثلاً رد على الاتصالات وأنتمشي ثانياً مارس سلوكيات وتمارين صحية ضع جهاز اللابتوب على مكتب بارتفاع مناسب اجعل الشاشة على مستوى العين غير مكان تركيز عينك ومارس تمارين تقويتها وبرضو تمارين تمدد العضلات ولا تنسى تستخدم الخط الكبير في كل أجهزتك هذه ممر وتحميها اختار الأحسن لك